مايرايتس اليوم مع المحامية الأستاذي ماريز دويه رح منحكي أحوال شخصية رح منحكي عن الوصي الوصي على القاصر صباح الخير لألك أستاذي وينعاد عليك بونجور عني أنعاد عليك المسيح قام حقا قام أستاذي موضوع شوي دقيق بالأنون والأهم أنه يكونوا الناس عندهم شوي دراية فيه لحتى يعرفوا شو بيصير بحال لا سمح الله تطروا أنه يكون فيه وصي على ولد بأي حالة بيكون فيه وصي مين بيختار هالشخص حسب أي شروط أو معايير يختار هل ممكن نغير الوصي على قاصر كل هالأسئلة هيدية اللي بتنترح عادة رح مناخد أجوبتها مني كل يوم مين هو الوصي؟ رانيا الوصي هو أحد الوالدين البائي على قيد الحياة لما بيصير فيه وفاة أو للبي أو للأم يعني إذا توفى البي بدأت تعين الوالدة هي الوصي الجبري على القاصرين وبتعين معها وصي كمان اختياري بتنقى عادة من عائلة البي يعني في عنا اتنين وصي الوصي الجبري والوصي الاختياري الوصي دايما بتعين بواسطة المحاكم المذهبية يعني عنون القرس لغير المحمديين حدد تعيين الوصي للمراجع المذهبية يعني المحاكم عند الإسلام أو المحاكم الروحية لدى التواقف المسيحية نعم ولكن كيف بيتعين هو هذا السؤال بيتعين إذا بدنا نحكي عند التواقف المسيحية الأبرشية هي اللي بتعين يعني المطران بتقدم طلب بواسطة خوري الرعية مع كافة الأوراق الانونية المطلوبة اللي هي وسيئة الولادة وسيئة العماد إخراج قيد العائلة وبينعمل تحقيق يعني تستدعى الأم ويستدعى إذا كان الجد أو العم ميلة البي موجود بنعمل معا استجواب وعلى أساسهم المطران بيطلع قرار بتعين الوالدة أو الوالد وصي مع أحد أفراد العائلة لحتى اللي يهتموا بالولد يهتموا فيه لرعايته للإنفاق عليه لإدارة أمواله دون التصرف بالأملاك أو البيع إذا ما كان قيم هذا الشيء بده أكيد إذن من المحكمة بينعمل استجواب معون الاستجواب شو بيكون عن بطال يعني أي جوانب من شخصية هالناس هولي اللي رح بيصيروا مؤتمنين على ولد على قاصة يعني اليوم حكيت حضرتك عن الشق المادي بس فيه كمان شق معنا ومهمة كتير بغيب أحد الأهل يعني هون لما بيكون فيه استجواب مثل ما ذكرتي شو بينسأل على شو بتكون التساؤلات على شو بيكون هيك للتفتيش يعني نوعا ما بده ينسأل إذا هالشخص الوصي هو أهل أول شي بدي فيه شروط بيكون عم فوق 33 سنة تاني شي بدي يكون إنسان ملتزم دينيا ملتزم أخلاقيا ملتزم اجتماعيا ما عنده أياستو دوكيات عاطلة ما عنده أي إنحرافات ما عنده أي تعاطي ما عنده أي شيء بيأثر سلبا على هالولد اللي نحن حطينه برعايته هلأ الشق التاني بدنا نشوف كمان كان هو قادر ماديا إنه يقدر ينفق على هالولد إذا ما قادر ماديا إنه ينفق الواسط return اللي هو الجد أو العم بديه يتساعد أو بديه يساعد هذا الوصي الأساسي اللي هي آجة الأم أو البي لحتى لي ينفقوا عليه ولكن مسألة السلوك ومسألة أهلية الوصي كثير مهمة رانيا هذا شيء كثير عم بيخلي يصير فيه اعتراضات واستقنفات بعدنا يعني اليوم الأم إذا عندها أي سلوك عاطل وهي يوصي على الولد نقدر نطعن بوسيطة ونسحبها منها كونها هي غير مؤهلة لها السبب بس بأي حالة يعني فينا ناخد أم تلي شوي بأي حالة بتكون غير مؤهلة أو عن أي سلوكيات عم نحكي يعني إذا عم نحكي عن أم لا طبعا رح نحكي كمين رانيا مثلا إذا عندها أمراض معينة بتاع تعنف الولد أو مثلا ما عندها قدرة أن تهتم بالولد فكريا أو مثلا عندها سلوك لسا محل لشيز أو عندها تعاطي مخدرات أو في بعض الأحيان إذا كان عندها علاقات غير شرعية مع أشخاص مثلا أو بتفوت شخص على البيت هذه من أحد الأسباب بتخلي أنه تنسحب الوصاية منها يعني بيكون فيه مراءة بهذا الموضوع ومن قبل مين المرأبة بدها تكون مثلا نقول من العائلة يعني اليوم العام الجد ست بدني رأبوا سلوك هالأم أو سلوك هالبي إذا شايفوا أنه فعلا تعاطي الولد كيف كان من الرياكسيون طبعا الولد معه يمكن الولد مش مرتاح يمكن الولد يحسوا أنه عنده إش مأزاز من هالوصي أو عنده رفو الماء الشخص اللي من العائلة اللي عنده صفة اللي بيلاحظ أنه هالوصي منه أهل هو له حق التقديم باستقناف أو اعتراض على قرار البصاية لدى الأبرشي لدى محكمة الاستقناف لما بيكون الولد هو الوصي يعني بحال وفاة الأم مثلا بيكون فيه مرأبة كمان وبيكون فيه حدا مع الوالد عم بيكون وصي تاني يفضل أنه يكون فيه مرة يعني يفضل أنه يكون فيه سيدي إذا كان البي هو بعده على قيد الحياة يفضل أنه تكون فيه عمته أو تكون فيه سته أو يكون فيه عنصر نسائي يساعد نحن نعرف اليوم الوالد بيطلع الشغل بنترك هالولد بده اهتمام بيجي من مدرس بده تدريس الشغل كثير مهم يكون فيه عنصر نسائي إذا ما كان فيه إمكانية لعيلة البي يختار من عيلة الأم يعني يختار الخيل يختار سته لأمه مفروض يكون فيه عنصر نسائي يساعد البي على الاهتمام إذا ما كان فيه حدا من العيلة من الأقارب الساعة تبدو يتعين أسيستان سوسيال أو بدو يتعين مرشد اجتماعي هذا إذا ما لقينا حدا أبدا لخيلته لعمته لحد أبدا بدو يتعين مع الواصي مثل الواصي جابري يعني من المحكمة أو بيكون أسيستان سوسيال أو بيكون بسيكياتر أو بيكون بسيكولوج أو ترابوت يتابع أعمال الواصي بس استاذي قلت يفضل يفضل يعني مش إجباري يفضل لا يعني مفروض يكون موجود يفضل يعني كابريوريتير كابريوريتير أنه يكون فيه مع الوالد عنصر نساء بس إذا ما اختاروا القانون ما بيجبر ما بيجبر بيجبر يكون فيه حدتين يساعد معه ولكن إذا كان عنصر نسائي أفضل هذا الأفضل أنا فيه قبل ما نتابع مع التفاصيل اليوم رح ناخد من حضرتك تفاصيل كتير لأنه بعرف أنه فيه يعني فيه خبرة بيه الموضوع لحتى نشوف في لبنان نظريا قد يعم تطبق عمليا يعني هالأمور على الأرض بس خليني أخذ أول اتصال اليوم يا هلا تفضلي أكيد أهلين بدي أسألك أنا من طائفة درزية بدي أسأل إذا براش السؤال إذا ضمن البرنامج إذا البيت وفى بدون وصية وعنده بنات كيف بده يكون المراس بيضل بنتقل تلقائيا لبناته أو بده يكون موصي أو شو الموضوع أدي عمرهم البنات البنات تبل 25 وطلو أوكي باليغين يعني إي باليغين شكرا لألك شكرا لألك هذا من عنون القرس الطائفة الدرزية مختلفة جدا عن الطائفة الإسلامية البنة تطورت مدام مثل الشاب مش مثل الإسلام الأنسة حذ الأنسة يعني زاكر قد من الأنسة لا البنات إذا ما في وصية انتبه إذا القرس طبيعي بيوراته البنات كلهم مثل بعضهم إذا في وصية إلو حق يوصي 50% ولكن 50% التانيين بيوراته بالتساوي قد ما كان عدد البنات هذه شغلة منيحة كمان بالنسبة ل منيحة الطائفة الدرزية بهذا الموضوع بينما بتوقف الإسلامية بينما بتوقف الإسلامية الشيعة والدروز البنة بتاخد نصح حصة خية أستاذي تنرجع لموضوعنا الواصع على القاصر اليوم شو المشاكل اللي عم بتصير على الأرض يعني اليوم إذا منلحق نظريا الأمور منظمة نوعا ما الاختيار لازم يكون من قبل جهات مختصة يمكن ببعض الأحيان بتدخل كمان بيدخلوا أشخاص مختصين من قبل المحاكم إن كانوا مثل ما ذكرت بالعمل الاجتماعي أو بالمعالج النفسية وغيره ولكن اليوم الداعب يتطبقوا هالأمور وشو المشاكل اللي عم بتوقع المشاكل أكتر شي عم بتوقع رانيا هي هالنفور بين الأم وأهل زوجها بكل صراحة يعني أنا عم بحكيكي عمليا عم بيصير فيه نفور يعني مثلا الجد إذا الأمي مثلا سلوكها أو تعرفت على حدا أو عندها حدا بتور الزواج بيصير كأنه فين كيات بيصير بيروح بيتقدم أرار بتعم بوسيطة بالوقت اللي هي بتكون أهل أو بالعكس مثلا إذا الجد له حق المشاهدي والاستحاب الأم عم تتمنع مثلا أنه تخليه يروحوا عند أهل بيون يعني هالنفور اللي عم بيصير على الأرض عم بيخلي ندفت مشاكل تصير عم بيخلي ترجع تفتح دعاوة استقنفية جديدة ولكن بأغلبية الأحيان إذا ما في أسباب أنونية مضبوطة الأنون بده يحكم يعني اليوم الأم بده تضل إذا هي أهل فعلا بده تضل هي وصية والبيت الجد إذا فعلا هن مفروض ينعمل مشاهد واستحاب وقال للأم بتخضع لقرار حابس يعني الأنون عم بيطبق بشكل كتير جازم بهذه النقطة المساواة كيف بين الرجل والمرأة إذا كان الوصر الأم أو الوصر الأب هي زيتها يعني اليوم إذا البيت توفى الأم هي زيتها لح تكون الوصية وكذلك الأمر إذا البي إذا الأم توفت البي كمانا زيت الحق ما في الشيء أبدا رانيا ولكن في شغلة كتير بسيطة أنا بحب الفت نظرة الأنون إذا الأم تجوى زيت بيسحب الوصاية منها ولكن عمليا على الأرض اليوم ما عم بتصير نظرا لأهم خصوصي إذا في زواج إذا في علاقة شرعية محترمة يعني اليوم إذا الأم عند حياة جديدة بدأت تبنيها مع إنسان وهالشخص تأكد أنه فعلا بحب الولاد ما عم بيسحبه الوصاية منها مع أنه الأنون بيجبر أحيانا بنص أنه إذا الأم تجوزت ينسحب منها الوصاية ولكن عمليا هالشيء ما عم بيصير نظرا لأهمية الأم واهتمامها يعني كتير عم نشوف خطوات إلى الأمام استيزي يعني بالنسبة للمرأة مصبوط حقيقة ولكن فيه تحقيق كتير يعني بتعين فيهم شو مختار ممكن نستعين بخورة رعية ممكن نعين استيطان تتكشف على البيت يعني فيه بس متابعة يعني مش أنه مثلا واحد حكي كلمة لا فيه تحقيق بهالم وموضوع لأنه تعرف موضوع الكاثر اليوم مثل يعني الولد مثل شو ما أزيتي أو شو ما أسرتي في هيدا شي بيأثر سلبيا علينا بعدين بالنسبة للأب إذا رجع تزوج هوني ما فيه أنون بيأخذ الولاد منه بيقدر يخلي لا لأنه الأم متوفت يعني بيضل هو بس فيه هوني يعني إذا بدك ندفت بالأنون إشحاف لأهل الأم يعني أنا برأيي كمانا اليوم نحن نعرف في كتير ستات أمهم أهلهم بيت جدهم لميلة أمهم هني اللي بيربوهم وهني اللي بيهتموا فيهم هالتفضيل لعيلة الأب ما بعرف ليش الأنون على هالأساس أنا بشوفها نقطة سودة يعني مفروض يكون فيه شوية تعديل بالنسبة ويكون فيه إكيفالانس بين أهل الأم وأهل البي يعني إذا مبلشين هيك بأشياء يمكن حتى ولو غير رسمية وبعد منها مكتوبة بالأنون بس عم تطبق عمليا إن شاء الله بعدين بتصير فعلا هي أوانين شرعية بيتاخذ فيها عنا كتير اتصالات لليوم أنا رح بيأخذ قد ما بقدر اتصالات من المشاهدين ألو بونجور يا هالتفضلي رانيا بدي أسعر عندي كثير سؤالين أول سؤال أنا ولادة هنا معون الجنسية الأمركنية أنا مع الجنسية اللبنانية إذا أنا توفات الولاد شو بيصير فيهم وتاني سؤال إذا أنا توفات بيته هو باسمي بيروح تلقائيا لأولاده ولا هنا لأنه معون الجنسية الأمركنية ما قالوا الحق الوردة بس عندهم يعني هني بس أمريكان مية بالمية ما معون جنسية لبنانية قد عمرهم صغار بعضهم تحت العشر سنين أول شيء بدنا نقولك الله يطول بعمريك ما بدنا نفاول لا أنا بس سؤال أكيد السؤال كثير مهم كمان بها الحال تفضل البيئ أمريكاني البيئ أمريكاني لا لأ معون الجنسية لبنانية أولادك ما دعم معون الجنسية لبنانية لا لا ما معونيها ما نعملتهم تذكر عندهم بس بس باسبورت بس ما عملتهم أستاذي إذا ما عملتهم هي مكتا رح نجرب نجاول تفضل يال أولادة خلقوا بلبنان أولادة لبنانية بدن يتسجلوا بلبنان وبدن يأخذوا حكما هلا هي ما طلعتهم هويات شي ولكن بقيودهم إذا بتروح على النفوس أولادة معايا دين باللبنان يعني أولادة لبنانية معن جنسيتين لما بدو يصير لا سمح الله وفات لألك أنت لا سمح الله بدو يتبع القانون اللبناني يعني بدو يتبع حصر القرس اللبناني وولادك بيوراتوك عادي وحتى لو ما عن جنسية أمريكانية ما دعم وولادك بيوراتو اللي أنت بتملكيه ولسمح الله توفيت الوالد بهالحالي مع أهل الباي هن الوصي على الولاد لكن إذا موجودين بلبنان بدون يلحقوا القانون اللبناني وإذا راحوا على الولايات المتحدة حتى لو إذا الأم لك موجود إيرانيا في لبنان بيخدع للأنون اللبناني ولأنون الأرسل اللبناني حتى لو ما عن جنسية أمريكانية وإذا كاوي صاية وانتقلوا مثلا لنفطرد نعمل إيبوتاز نتقلوا مع الوالد على الولايات المتحدة وهن أمريكان إذا الولاد مش موجودين على الأراضي اللبنانية سرنا بدنا نطبق الأنون الأمريكي اليوم إذا الولاد توفت الأم وموجودين في لبنان البي هو الواصل أنا عم بيحكي أنون أرسل لبنان عم بيحكي أنون أحوال شخصية لبنانية اليوم إذا أخذهم حمل أخذهم وراء على أمريكا بيصير الأنون الأمريكي بيطبق ويصير هو الواصل عليهم حسب الأوانين الأمريكية ولكن الولاد إذا موجودين في لبنان بيطبق الأنون أحوال شخصية لبنانية بس اطلع لهم باسبورات لبنانية بدنا يطلع لهم التذكر الهويات الهويات لازم ناخد اتصال بعض ألو مع اتصال جديد ألو ألو ما بعرف إذا الاتصال بعضهم أنا نطلق اتصالتكم على 0464 مشاهدينا لأسئلتكم بالنسبة لموضوعنا لليوم الوصي على القاصر استاذي هل ممكن يتغير الوصي وبأي حالات صح الوصي ممكن يتغير اولا اذا هو ما بقى بده فيه تنازل لشخص راشد تاني شي لما الولد بيصير عمره 18 سنة طبيعي الوصاية بده تسقط ورابع شي مثل ما حكينا اذا ما انه اهل بقى اذا بدي شكل اي خطر على الولد كمانا الابرشي بتعزده وبتعين شخص تاني بده وبحب الفتنظر على شغلة ايرانية كتير مهم الوصي يتعين قيم لانه اليوم اذا فيه مصاري للولاد والتنين من بيهم مصاري او عندهم املاك او عندهم اجارات مهم كتير الوصي يكون هو القيم تا يقدر يدير هالاموال تا يقدر يسحبهم مصاري من البنك يسرف عليهم تا يقدر يقباد عنهم واذا بدوا يبيع او بدوا يرهن اي من املاك القاصر كمان بدوا موافقة من المحكمة لهالسبب عطول وقت منعمل وصي بدنا نعمل بالمحكمة المدنية شي اسمه قيم بيطلع ارار بيتاخذ مثلا هالأرار للبنك تا تقدر الام تسحب كل شهر وبيتاخذ مثلا للاجارات او لأي شيء ادارة لأملاك القاصرين لانه تعرف القاصر ما بقدر يتصرف به مصريات وهو نوصي هو المسؤول عنه بهالليحي اتصالاتكن مشاهدين عم نتلاقيها على 0464 اذا ما عم بيعلق دغري الخط فيكم ترجعوا تواصلوا الاتصال بعض عنا بعض الدقائق منقدر ناخد معلومات قد ما منقدر من الاستاذة ماريس دويهي ازايك هل ضروري يكونوا الاهل المتوفيين لا يكون فيه وصي او ممكن يكون فيه وصي بحال الاهل العايشين ولكن فيه مشاكل كثيرة خليني اخذ اتصال قبل ما تجاوبيني عالو يال عالو يالت فضلي عندي سؤال قطع قبل جملة قالت المحامية نعم انه الولد بدل نعم يعني تحت يعني وصائتي لوقت ما يصير 18 بحال الوالد متوفي يعني اصدك ايه دعم متوفي بس انا اخدي وصاية من المحكمة لأي سبب فينا نقدر نعرف احنا مطالقين وانا اخدي الوصاية الحضاني حضرتك اخدي اقرار حضاني وحراسي معك حق طحي شو السؤال بعد 18 شو بيصير اوكي اوكي تكرر مع عيني بعد 18 مدام هي سن الحرية متل ما منقول سن الرشد هو 18 سنة اقرار الحضاني فقط ل18 سنة بعد 18 سنة الولد له حق يترك الاهل له حق يروح يعيش لوحده والبي ما بيعد ملزم ابدا انه يدفع نفقة وانه يدفع فقط اقصاد جامعية ولكن النافقة بتوقف وحضانتك للولد عد 18 سنة بتوقف يعني انتي معك هالقرار لغاية ما يسير الولد عمرو 18 سنة اتصال جديد الو الو صباح الخير صباح النور انا اشترك بالبرنامج فضال اندع الهواء تفضل الو تفضل انت على الهواء تفضل ايه صباح الخير تفضل لو سمحت عندي سؤال انا مدامتي لبنانية نعم وعندي ولدان توفت مدامتي من فترة شي اكتر من جمعتان وكانوا عنهم نحو اقامات مجاملة عساس انه امه اللبناني والداني بلبناني حضرتك شو جنسيتك نشد نعم عراقي عراقي نعم نعم والاولاد بعد من جمعتهم عراقية من منحوا جنسيات لانه الانون ما بيخدمنا احنا في الموضوع الامة بتعطي جنسية لولاده بس كانوا عم يمنحوا اقامات مجاملة مجانة ثلاث سنوات سؤال بعد وفاة الام شو الاجراءات التي بدي عملها تنظم ما احنا مستفيدين من الاقامة يجوز هالشي ولا بدنا ناخد اجراءات تانية شكرا لأتي سعلك استاذي حضرته مش لبناني ما بيستفيد من قنون القرس والاحوال الشخصية اللي عم بحكي عنه انا الوصاية ما بيتطبع عليه بدو يتطبع قرار الامن العام بهالامور في اقامات بدها تجدد ولكن حسب ما عرفتي اذا الام متوفيت الاقامة بتسقط يعني ما بيحق له بقى يعني هون عم نرجع نفتح باب هالمشكلة الكبيرة استاذي اللي ضروري نرجع الجنسية صحيح اللي ضروري نرجع كل فترة وفترة نذكر بقدي هالمشكلة هي ممكن تكون هالقدي صعبة وبتمنى انه نقدر ناخد رقم الاستاذ ونخلي عنا كمان منشان حلقات حلق الجنسية ما فينا كتير نفتحها كمان رانيا بتعرف انت في موضوع الفلسطينيين موضوع القوتين يعني موضوع الجنسي اللي بتنعطها الام بدو يكون اذا نعطها بدو يكون كتير مدروس بدو يكون كتير استاذي نفنا مش بس منفتح مواضيع ونحنا منعمل حلقات كاملة عن هالمواضيع وسبق وعملنا حلقة السنة الماضية على عيد الام ورح منتابع أكيد بهالموضوع ما في شي بيوقف حرية الإعلام طبعا رح اخذ اتصالات ألو ألو معي اتصالات بعد رح تابع بي الاتصالات ألو ألو صباح الخير صباح النور تفضل صباح النور يا هلا نعم وصارت تقريبا عادية عند بعض الناس مساكنة ألو ألو لا طبعا لأنه البي لا البي كمان وأي مشاهد أمام الولد هذا الشي بيسحب الوصاية نكمل بي ونكمل أم ما في أي تفريق بهالموضوع الولد هو هون الأولوي البريوريتي عندنا أي شخص بيشوف أنه البي أو الام عنده علاقة مساكنة غير شرعية إلو حق يطلب سحب الوصاية منه حلو يعني فشيتي لنا خلم أستاذي بها الجواب لا تساوي نحنا مع المساويت بهذا الموضوع طبعا وإذا يمكن مش بالقانون نحنا منجرب نحركش بالقانون كمان لأنه بالنتيجة نحن نحكي اليوم قبل ما تابع بالاتصالات أستاذي يعني موضوع لازم كتير نشدد عليه نحنا اليوم نحكي عن أهم شيء بهالدني يلي هو تأسيس إنسان نحنا نحكي عن ولد قاصر أي نحنا نأسس شخصية إنسان من كل النواحي النفسية الاجتماعية الوطنية الطائفية كل شيء يعني قدي اليوم اختيار هالشخص هو اختيار لازم يكون دقيق ومين اللجنة اللي بتكون عم تدرس هل هي لجنة عن جد مختصة بهالمجالات؟ أكيد طبعا هي مجل لجنة مختصة ولكن إنترلك رانيا هي محصورة بالمحاكم المذهبية وبالرجال الدين فقط يعني اليوم عند المحكمة الجعفري والسنية الشيخ هو البيعين هالشي وعند المسيحية الأبرشية المطران خوري الرعي المحكمة الاستقنفية هي اللي نحن نعرف أن أحباب الشخصية عندنا في البنين خادة على رجال الدين راني إحنا ما عنا محكم بس ما بيلجقوا ببعض الأحيان الاختصاصيين؟ طبعا اليوم لما بدوا يتأكد هالشخص اليوم المحكمة لما بدأت تتأكد أن مثلا ستة عم تجي تقول أن هالأم عم تضرب هالولد اليوم لما المحكمة بدأت تتأكد أن هالولد عم بندرر في اختصاصيين أسيسان سوسيال بسيكوترابات بدوا يروح هيويك بدوا يشوف هالهالشي مزبوط بيعمل تقرير للمطران بيعمل تقرير لرئيس المحكمة يبين رفع إذا تثبت فيه بتنسحب الوصاية يعني أهل الاختصاص هون كتير مهمين بيتابعوا كتير وشهدتهم كتير مهمة لأنه بتسحب الوصاية من البيع ومن البيعين منذكر أنه بدون يكونوا محلفين رسميا لدى المحاكم الروحية معتمدين بدون يكونوا أكيد أشخاص مجازين مش يعني اليوم لايف كوتشينج أو شخص لا بدون يكون شخص يا أما بسيكياتر يا أما بسيكولوج يا أما أسيسان سوسيال معان شهدات مختصة عندهم خبرة هن بدون يتابعوا الولد وبدون يتابعوا مسيرة الوصي بيقدر الولد هو يشتكي؟ هذه للأسف معان نيها هذه شفناها بفيلم لذين لبكة طبعاً دايماً نفكر معان نيها ممكن يشتكي لشخص الوصي التاني مثلاً يشتكي لسته لجده لحده هن بيقدروا ولكن أنني أنت يقدر يروحوا عن محكمة يقدم اعتراض أو يعترد لا منتابع مع الاتصالات ألو؟ ألو يعطيك العافي يا هلا الله يعافيك تفضل يلا يعطيك العافي أهلين أنت أهلا أنا بس سؤالي أنا وحيد وعندي أخوة بنات نعم وبناتي متوفين عندي بنتين متوفين إذا أنا متت نعم أخواتك اللي بيوريته المرتي بتورطني نعم أخوة кровطني أخوة أنا للأسف أنا زمي فحش لم يتنطق إلا إذا كنت فيه اقتلاك أستاذي فيني أعمل لو سمحتي فيني أعمل وصية أنه طورة مرضي فيك توريتها 50% من الميراس ولكن ما فيك تحرم أخواتك حتى لو عمل وصية حتى لو عمل وصية نعم الوصية الناس بتفكر أنه عملنا وصية الوصية هي فقط 50% من الميراس فيه 50% من الميراس الباقي ملزم يعني ما فيك تحرم حدا بيتعانوا فيها الوصية وبيرجعوا بورث نعم شكرا لإتصالك إذا بتحب تأخذ رقم الأستاذي تحت الهواء أكيد تقدر تعطيك الرقم ليه هالأنون هيدا أستاذي رانيا أولين اللبنانية كتير بديها شغل بديها تحديث كتير بديها دراسة يعني بتعرفين نحن اليوم أقل الأمور وأقل المحتاجات العادية ما عم نقدر مجلس النواب ما بعرف يعني شو بدنا نقول مبنجين يعني مفروض يدل في استحداث قوانين مفروض يدل في تغيير عنا قوانين من سنة 32 من سنة 52 قانون الحاصل لإرسل المحمدين وغير المحمديين بردو كتير شغل لبناء مش بس بالقوانين رانيا بكل شي بدي أحكي بعد قبل ما نختم عن طريق التغيير الوصي طبعا إذا هو اعتذر وإذا هو ما بقدر يكمل لسبب معين ولكن في الحالات التانية كيف بتصير بس خليني أخذ بعض اتصال كمان ألو عنا كتير اتصالات لليوم ألو ألو مرحبا يا هلا تفضل صباح الشيء أنا أخذت الجنسية للعربعة وتسعين نعم كان أولادي فوق السن هلأ أولادي ما عنهم جنسية أمريكانية طب عندي أبن ما أخذ الجنسية لأنه كان تحت السن نعم فين أحصل قدمت دعوة رفضوها حضرتك عفوا عفوا حضرتك من أي جنسية مجنس متجنس حضرتك من أي جنسية قيد الدرس كنت أنا خلقا في فلسطين بس قيد الدرس نعم وأولادك كلهم أخذوا الجنسية اللبنانية إلا لصغير صغير أخذ من عدل كبير لأنه كان 18 سنة نعم شكرا لأكتصالك أستاذي موضوع الجنسية واكتسابها هو أولاده اللي كانوا تحت 18 سنة حكمان بس يأخذ الجنسية بيأخذوا اللي كان فوق سنة ريشد رانيا هلأ بدلت حق بمرسوم التجنيس ما بيقدر يأخذ حتى لو عمل دعوة ما بيقدر يأخذ الجنسية اللبنانية لأنه هلأ موضوع التجنيس موقف أستاذي كيف بيتغير الوصي بحال صار فيه شكاوة على هالشخص بيتقدم اعتراض لدى محكمة الاستقناف للمحكمة الابتدائية محكمة الاستقناف الروحية عم نحكي بالتواقف المسيحية أو بالإسلامية بيفتح تحقيقها جديد بينبعات وراء هون بيصير استجوابات مثل ما قلتلك بيتعين خبراء اختصاصيين يواكبوا إذا تثبت فعلا أنه هالوصي غير أهل بينسحب الوصاية منه وبتعين شخص راشد فوق 3 أو 3 سنة هو يهتم أو إذا هو كمان ما بده فيروح يقول أنا ما بده بقى يكون أنا وصي فيه يتنازل عن هالشي لأي شخص تاني وبحب بشدد على شغلي أن الولد بس يصير عامل 18 سنة مجبور الوصي أنه يسلموا دفاتر مقايت فيها كل الأمنيك مقايت فيها كل الحسابات لأن الولد بس يصير عامل 18 سنة بيصير هو أهل أنه يستلم الأمنيك تبعه مفروض يكون فيه كتير دراية مصرياته وبتصرف له فيه مؤتماً كمانا فيه كمانا وصيين ما أنهم أمينين على هالشي لهالسبب المحكمة يعني حتى تخيلي لأي أنا عندي سيدي كل ما بده تروح تقبض مصاري بده يجيب لها حكم المحكمة لهالدرجة مؤيدين لهالدرجة ينون بيقيد الوصيب الموضوع المصاري استاذي إذا كانوا الأهل اتنايناتهم متوفيين شو بيصير الأفضلية مثل ما قلتلك لأهل البي للجد أو للست أو للعم إذا ما في حدا منهم تنتقل ساعتها لستهم أو لجدهم من ميلة لهم وبأي حالة منحط بالمؤسسات كيف يعني يعني بالميتام بمؤسسة جمعية أهلية هلا إذا ما في حدا أبدا 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 نهتم بالولاد تعتخل أبرشية خوري رعي بيعنيوا تعهد وبيحطوا الولاد بعهدة أو دير أو ما يتم لأنه ما في حدا يهتم في أو يهتم بأموره بيخد آخر اتصال لليوم قبل ما نختم ألو 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 يا أهلا تفضل أسأل كنت الأستاذة سؤال أول شيء مجور مجور تفضل أهلا طباح الخير أسأل إذا في حال وفى الوالد الأهل بيورته منه كمان إذا مجوز وعنده أولاد أوكي إذا الأب توفى ومجوز وعنده أولاد الأهل بيورته أهله إذا طيبين نعم بيورته واحد على ثماني بالنسبة للمسيحية واحد على ستة للإسلام يعني البي إذا مات وعنده أولاد أولاده بيورته تقريبا حوالي ثلاثة رباع المرة إذا كمان زوجته ما في طلع بتورات وأهله أكيد أمه بيه بيورته واحد على ثماني من الإرس المحامية الأستاذة ماريز دوي هزايك شكرا لألك لها التوضيحات طبعا دايما عنها لقاءات مستمرة مع حضرتك ومواضيع بتهم كل الناس أهله وسهله فيك بريك ومن الرشاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر